رفع الأردن علمه فوق أراضي الباقورة والغمر مع انتهاء مدة تأجيرهما لإسرائيل بموجب ملاحق معهدات السلام الموقع بين البلدين عام 1994 وكان العهد الأردني عبدالله ثاني قد أعلن في خطاب بمناسبة افتتاح دورة مجلس الأمة فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمج العلم الأردني على سرية الباقورة واقعة هي الأولى منذ خمسة واربعين عاما الجيش العربي الأردني رفع علم بلاده في المنطقة تزامنا مع القائعاه للبلاد لخطاب العرش إذن انتهى العمل رسميا بالموحقين الخاصين بمنطقتين الباقورة والغمر مع اسرائيل ضمن معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين عام 1994 سنفرد سيادتنا على كل شبر منها بهذه الكلمات أعلن العاهل الأردني انتهاء تأجير اسرائيل للمنطقتين كما أعلنوا اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتين الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها أعادت اسرائيل للأردن أراضي الباقورة والغمر ومنعت السلطات الأردنية الإسرائيليين من دخولها بعد انتهاء عقد كان يسمح لمزارعي الاحتلال العمل فيها الأردن يمضي إلى الأمام بخطة ثابتة هكذا أنهى العاهل الأردني كلمته الأردن يمضي إلى الأمام بخطة ثابتة فقد باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا وتقع الباقورة شمالية الأردن بينما توجد الغمر جنوبه وتحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة واحتلت اسرائيل المنطقتين منذ خمسينيات القرن الماضي وتعدان نقطة التقاء بين نهري الأردن واليرموك وتضمان معالم تاريخية مثل أول جسر يربط بين الأردن وفلسطين قبل قيام دولة الاحتلال تأجير الأراضي ضمن معاهدة السلام بين عمان وتل أبيب انتهى تأجير ضمن معاهدة لم تكتسب شعبية في الأردن حتى اليوم فلا تزال إسرائيل في نظر الأردنيين عدوا محتلا ليت جمهور العربي عمان من عمان ينضم إلينا دكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الأردنية دكتور المومني لماذا بدأ الملك عبدالله الثاني والأردن عموما حاسما في وجوب إعادة السيادة على المنطقتين بالرغم من المناشدات الإسرائيلية أبو سعر الخير لك والمشاهدين الكرام بداية الأردن استخدم حقه القانوني والسيادي فيما يتعلق لنصة عليه المعاهدة وأيضا لنص على الاعتراف بأن الباقورة والغمر هي أراضي أردنية تقع تحت السيادة الأردنية بهذا الجانب لا شك الآن طبيعي الأسباب الأخرى متعلقة في العلاقة مع إسرائيل ومتعلقة في الظروف المحيطة حقيقة في حالة السلام مع إسرائيل كلنا يعلم أن لا شك هناك اتفاقية وهناك سلام لكن هذا السلام بارد هذا السلام منذ سنوات قائم على توتر في العلاقة وعلى بالذات عند الحديث عن السلوك الإسرائيلي المستفز فيما يتعلق في القدس في حالة السفارة وكثير من هذه الأمور أضف إلى ذلك غياب السلم بين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤثر تأثيرا سلبا على العلاقة الأردنية الإسرائيلية أنت تعلم الأردن الدولة يعني بعض الإسرائيليين وبعض الفلسطينيين الدولة الأكثر ارتباطا سياسيا اجتماعيا وجغرافيا في الواقع الفلسطيني وطبيعي بعد 25 عام من السلام أثبت أنه من دون سلام مع الفلسطينيين حالة السلام مع الأردن ستبقى ضمن حالة باردة وحالة جمودية في هذا الأمر أضف إلى ذلك المسألة كمان المسألة يعني فيه هناك الزخم شعبي في رأي عام أردني إلى حد ما ضد مسألة إسرائيل وضد مسألة التطبيع وكل هذه الجاه والجانب لذلك هذه الأسباب كلها بموجبها تجعل من الحكوم تجعل استحالة التمديد في هذا الأمر والتمديد يعني لو التم لا سمح الله سوف يؤدي إلى مشاكل كثيرة هل تعتقد أن إسرائيل تقرأ كل هذه الرسائل الأردنية من خلال هذه الخطوة استعادة السيطرة على هاتين المنطقتين أم أن ربما إسرائيل المنزعجة بوضوح من هذا القرار الأردني قد ترد أو تنتقم بين قوسين بطريقة أخرى يعني لا شك يعني قبل هذا القرار الأردني ما أنا حكيت العلاقة الأردنية الإسرائيلية ليست بعلاقة سهلة هناك معضلة فيما يتعلق في اسمها معضلة العلاقة مع إسرائيل بهذا الجانب وبالتالي مسألة إسرائيل وتسلوكها وتصرفاتها لطالما أزعج كثيرا للأردن وطالما أزعج صانع القرار الأردني في هذا الجانب في هذا الأمر يفترض أن العلاقة تحكمها معاهدة السلام في إسرائيل كيف بدها ترد يعني شفنا مثلا مسألة اتقال المواطنين الأردنيين والأردن أصر على ذلك وبالتالي تم إطلاق صراحهم فلذلك فيه هناك لا شك فيه معضلة والأردن باعتقاده يعني يعي ويفهم بأنه لا بد من إدارة هذه المعضلة والأردن يمتلك يعني الكثير من الأوراق في نهاية المطاف والسؤال المطروح هل إسرائيل سوف تقامر بالحالة السلمية مع الأردن بغض النظر على المستويات هل أعتقد أن إسرائيل نعم كيف سينعكس برأيك هذا القرار الأردني والتوتر في العلاقات مع إسرائيل على موقف الأردن الثابت كما وصفه الملك عبد الله اليوم من القضية الفلسطينية باختصار لو سبحت لا شك يعني على الأكس الإسرار الأردني على الغمر الباقورة يدعم الإسرار الأردني على مسألة حل الدولتين يعني هذه أيضا رسالة إلى إسرائيل ورسالة إلى الأطراف الأخرى بأن الأردن يعني مواقفه ثابتة وأنه لن يتنازل على أي شيء يتعلق في السيادة الأردنية والمصالح الأردنية بما فيها القضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية بالنسبة للأردن قضية وطنية في هذا الجانب لذلك المسألة في الغمر الباقورة ليست مسألة احتفالية يعني تتعدى الجانب الأردني إلى رسالة كثيرة باتجاه الإسرائيليين ولإسرائيل أن تقرأ الإسرار الأردنيين على الغمر والباقورة وكيف سوف يكون الموقف الأردني عند الحديث عن موضوع القضية الفلسطينية والدولة المستقلة الفلسطينية وحل الدولتين وغيرها خاصة في ظل ما يتم الحديث عن مسألة صفقة القرن وغيره بهذا الجانب شكرا جزيلا دكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية